موسيقى السابعة بتوقيت القدس الشريف نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعنوي ترامب يقول أن واشنطن ستفرض المزيد من العقوبات على طهران وتجاذب الروسي أمريكي حول النووي الإيراني في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبنان يستنكر العقوبات الأمريكية على نواب من حزب الله وبر يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك المبعوث الأممي إلى سوريا يعلن من دمشق قرب تشكيل اللجنة الدستورية والخارجيات السورية تؤكد له أن المسألة شأن سوري الجيش واليمني يعلن مقتل وجرح العشرات من قوات التحالف السعودي في شمال البقعة خلال استعدادها لهجوم كبير نحو المناطق الحدودية في إي صعب قائد أركان الجيش الجزائري يعلن تأييد مبادرة بن صالح للحوار هو ترقب لقرار القضاء بشأن المجاهد الأخضر برقعة وسط دعوات للإفراج عنه مرحبا بكم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات الأمريكية على إيران ستضاعف بشكل كبير وفي تغريدة له على تويتر قال ترامب لطالما كانت إيران تخصب اليورانيوم سرا في انتهاك كامل لما وصفه بالاتفاق السيء مضيفا أن أجل هذا الاتفاق كان سينقضي خلال سنوات قليلة كلام ترامب تزامنا مع إبداء الويات المتحدة الأمريكية استعدادها لإجراء محادثات مع إيران من دون شروط مسبقة أو حتى لإمكانية التطبيع الكامل للعلاقات مع إيران وفي بيان وجهته إلى مجلس الوكالة الذرية رأت واشنطن أن توسع برنامج إيران النووي ومحاولة لابتزاز المجتمع الدولي من أجل المال مضيفة أن الطريق الذي يسلكه نظام إيران لا يزيده إلا عزلة على الصاحة الدولية وسيزيد المخاطر التي تواجهه كما تم التعبير أكد مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أن إيران تعتزم العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي إذا التزم باقي أطراف الاتفاق به وفي كلمة في اجتماع الوكالة في فيينا أكد أبادي أن هدف إيران من تقليص التزامها بالاتفاق النووي هو الحفاظ عليه ويمكن لها خلال ساعة التراجع عن الخطوات التي اتخذتها إذا التزم الشركاء بالاتفاق المندوب الروسي ميخايل أوليانوف أحمل واشنطن مسؤولية إلغاء الاتفاق معتبرا أن مسار العقوبات الأمريكية يضر بالتفتيش وفي طهران أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأنها قادرة على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% ردا على عدم الاتزام بالاتفاق النووي نطيق باسم المنظمة قال أن إيران في الوقت الراهن تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.15% وأضاف أنه إذا اتخذت القيادة الإيرانية القرار برفع النسبة إلى 20% فإن المنظمة تمتلك القدرة على القيام بذلك وبسرعة كبيرة لافتا إلى أنه إذا لم يلتزم الأطراف الدوليون بتعهداتهم فإن بلاده لديها خيارات كثيرة بينها زيادة أجهزة الطرد ورفع مستوى التخصي من فيينا ينضم إلينا الصحف المتابع لشؤون الوكالة الدولية للطاقة الذرية دكتور عامر البياتي مرحبا بكم دكتور البياتي ما المتوقع من هذا الاجتماع في فيينا الوكالة الدولية بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية اللافت بأنه طلب من الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت من الاتفاق للبحث في تراجع إيران عن بعض الاتزامات في هذا الاتفاق والذي أيضا تنسبها إلى مضمون نص البيان أو قرارات داخل الاتفاق أهلا بك وبجميع المشاهدين الكرام الحقيقة جهد الاستماع لمجلس محافظة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو الهيئة العلياة التي تشرف على الوكالة وفيها 45 بلدا من أنحاء العالم وكان في الأثنين من الأسبوع الماضي كان هناك تقرير المدير عامي في عمانه وأكد في هذا التقرير المغلق الذي رفعه اليوم أمام الاجتماع بأن إيران قد تخطط وأيضا أعلنت أنها تريد تخطي اليورانيوم المقصف وفقا أتفاق عام 2015 بنسبة 3.67 والآن تريد العودة إلى قبل الاتفاق أن تخصب تدريجيا بنسبة 20% واليوم وصلت حسب تقرير الوكالة أيضا 4.5% أنا أسألك عن المتوقع من مثل هكذا اجتماع بهذه الدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية ما الذي قد يخرج عنه؟ سنسمع بيان سيكون هنا إصدار قرارات ما الذي قد يخرج من مثل هكذا اجتماع؟ الحقيقة الاجتماع تمرخض عن توجيه رسالة عن طريق الوكالة الدولية التقدرية أن تستمر بالتحقق والتفتيش لأن إيران مسموح لها 5.000 من أجهزة طرد المركزي وفق الاتفاق وتمتلك 20 ألف وتستطيع أيضا الاستفادة منها في أي وقت وفي ذات الوقت يعني مجلس محافظة الوكالة الدولية التقدرية سيطلب من إيران أن تتراجع من زيادة التخصيب لأن هذا يؤدي إلى انتهاء كامل للاتفاق مع إيران وهو بالفعل انتهى الاتفاق لأن الولايات المتاحة خرجت والدول الأغربية نفضت عن تعاونها الاقتصادي مع الإيران أن تخشى من الشركات الألمانية وليس السياسية يخشون من العقوبات لأن التعامل بالدولار عن طريق البنوك الأمريكية سيضرب المصالح الشركات الأوروبية إذن الموضوع معقد أصبح تجاذبات من الولايات المتحدة وهنا الموضوع لحد الآن حتى في مجلس محافظة الوكالة ليس واضحا والحقيقة ما تقرر اليوم هو يريدون من إيران أن تتراجع عن تقصيد المزيد من اليورانيوم وتعود إلى اتفاق كما هو وإيران تريد العودة قبل الاتفاق إذن هناك اختلافات في الولايات المتحدة دكتور عامر نعم في نوع من التجاذب قال في بينا أن إيران مستعدة للتراجع عن التقصيد وقد علمنا ما قاله دكتور البياتي هناك نوع من التجاذب الروسي الأمريكي أيضا في هذا الاجتماع ولا أدري إذا كان هناك أي أوراق ضغط تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية في داخل الوكالة على مستوى التأثير إن كان على باقي الأطراف في الاتفاق أو الضغط على طهران أستاذ العزيزة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمول من اليابان والولايات المتحدة لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك لا تستطيع أن تفعل غير ما تطلبه الولايات المتحدة هذا واقع إذا كان إيران لديها مال أيضا تستطيع أن تعطيه إلى الوكالة يمكن أن تفرض على الوكالة أي شيء العالم أصبح في السياسة الدولية يعني مال وأموال يعني أنت عرفت أنه لما محتلك أنه اليابان وأمريكا يصرفون على الوكالة الدولية لكن حتى الآن تقارير الوكالة الدولية تتحدث عن اتزام إيران في الاتفاق النووي وإيران شفافة يعني أعلنت بأنها أحلت نفسها من بعض الاتزامات في هذا الاتفاق أعلنت ذلك لم تقل بأنه غير مسموح للمفتشين الوكالة أن يستمروا بكل حملات التفتيش التي يتم وفق الاتفاق لكنها أعلنت ذلك وأكدت أنها تلتزم بالاتفاق حتى ما قامت به هو يأتي ضمن قرارات موجودة في هذا الاتفاق بعض البنود الخاصة به إلى أين قد تتجه الأمور برأيك من خلال متابعتك أيضا لو سمحت دكتور البياتي في السياق الذي نراه في ظل الوساطة الفرنسية ما نقل عن كبير مستشاري الرئيس الفرنسي في زيارته إلى ظهران وما أعلن عنه أيضا تحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه ممكن أن يكون هناك تجميد مقابل التجميد برأيك ما المقصود بذلك في أي صيغة يمكن أن نراها الوساطة بواسطة مستشاري الرئيس الفرنسي ماكرون الحقيقة ممكن أن تثمر عن شيء وممكن أن يعود المستشار وفرنسا أحد الدول المؤثرة في الوكارة الدولة التقدرية وأيضا في مجلس الأمم مثل ومتحدة والصين وفرنسا وروسيا إذن الحقيقة الكل يتطلع الآن إلى ما تتمخض عنه اجتماعات بين فرنسا وإيران في طهران هذا من جانب من جانب آخر سنرى كيف يتعامل مجلس المحافظين والوكالة الدولية التقدرية مع آخر هذه التطورات هل يستطيعون أيضا الحديث مع إيران الوكالة الدولية إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة هي جهة حيادية ولا تتهم طرف أو تنحاز إلى طرف آخر هم سيطالبون بناء على قرارات مجلس المحافظة الوكالة الدولية اليوم ويطالبون إيران بالعودة إلى التقصيب حسب الاتفاق ويحاولون التأكد من نسبة التقصيب ويقدمون تقريرا والمدير عام سيربع ذلك إلى ربما ستكون جلسة طوارئة أخرى لمجلس المحافظين في القريب العاج هذا حدث فيما يتعلق بالنسبة إلى العراق السابق ولأ آخر حقيقة إيران لا تستطيع بهذه الحال لأن أيضا الدول الأوروبية يعني الشركات رفعت أيها الدول الأوروبية تريد التعامل مع إيران الاقتصادي ولكن لا تتضرر الشركات تتضرر يعني أنا لو أعمل مع أي جهة إعلامية في أمريكا أطالب يعني ب دولار كورسفوندد كل بنك عنده كود معين إذا البنك مالي ما عاد يتعامل بالدولة لا يصرفوني يعني قروش فكيف تستطيع الشركات الأوروبية أن تتعامل يعني يجب أن تتبسك وهو السؤال برسم الدول الموقع على اتفاق النووي الإيراني الأوروبية منها تحديدا شكرا جزيلا لك دكتور عامر البياتي الصحف المتابع لشؤون الوكالة الدولية التقدرية كنت معنا عبر الانترنت من فيينا وفي السياق متصل أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مستشار رئيس الفرنسي إيمانويل بون أن طهران أبقت باب الدبلوماسية مفتوحا وأن هدفها هو تنفيذ تعهدات طرفي الاتفاق النووي بالكامل بون الذي سلم روحاني رسالة من نظيره الفرنسي كان قد التقى عددا من المسؤولين الإيرانيين مؤكدا أنه لا يحمل رسالة أمريكية في مرحلة حرجة يزور مستشار الرئيس الفرنسي إيران تحاول فرنسا التحرك لتخفيف التوتر وإيجاد حل دبلوماسي للأزمة القائمة يسمع الزائر الفرنسي الذي نفى نقله أي رسالة أمريكية أو قيامه بأي وصافة كلاما إيرانيا واضحا بأن الإجراءات الأخيرة جاءت بعد عام على تقاعص أوروبا وهنا تحمل إيران المسؤولية لأوروبا وتلقي الكرة في ملعبها على بعد عشرات الأمطار من مقر اجتماع إيمانويل بون بعلي شمخاني كان الرئيس روحاني يؤكد صوابية الإجراءات ويجدد المواقف الإيرانية أمام وزرائه إن كان الأمريكيون يعتقدون أن طريق حل الظروف الراهنة هو التفاوض فعليهم أن يرفع العقوبات ويعود إلى التزاماتهم ويقدم الاعتذار للشعب الإيراني وحينها ستصبح الظروف مختلفة يترك روحاني الباب مفتوحا أمام عودة أمريكا إلى الاتفاق وهذا ما تره إيران حلا وحيدا للتوتر القائم يسمع إيمانويل بون هذا الموقف الإيراني الذي يعني أنه سيعود بخفي حنين إذا لم تتضمن مقترحاته ضمانا لمصالح إيران مشكلة الأوروبيين هي أنهم غير مستعدين لدفع ثمن أمنهم ومشكلتهم الأساسية هي أمريكا التي خرجت من الاتفاق النووي وعليهم أن يحلوا هذه المشكلة إضافة إلى أنهم لم ينفذوا البنود الأحدى عشر بل نقضوا تعهداتهم وسط كل هذا تدخل أزمة ناقلة النفط المحتجزة من قبل بريطانيا على خط التوتر لترفع منسوبه مع لندن ما قد ينعكس سلبا على جهود دبلوماسية لحل معضلة الاتفاق النووي ولا ترى إيران أن الخطوة البريطانية باحتجاز الناقلة في هذا التوقيت بعيدة عن العقوبات الأمريكية وقد تحمل مؤشرات سلبية تدل على عدم جدية أوروبا في مواجهة العقوبات ما قد يعقد الأمور أكثر من حمرية طهران الميادين قال وزير الخارجي الإيراني محمد جاذريف إن إيقاف ناقلة النفط قرصنة بحرية مؤكدا أنه لا يمكن التعامل مع لندن بعد هذا التصرف وفي حديثا للتلفزيون الإيراني الرسمي رأى أن احتجاز بريطانيا للناقلة هو خضوع من قبلها للعقوبات الأمريكية النفطية ضد طهران نفى رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب ماميش ما نشرا عن منع أبور إحدى سفن الإيرانية المحملة من نفط إلى سوريا عبر قناة ياسويس ماميش أكد أنه لا يمكن لهيئة القنان تمنع سفينة من العبور وأضاف أن تجارة النفط مشروعة وتجارة السلاح أيضا لافتا إلى أن منع سفن من العبور يحدث في حالتين الأولى إذا كان هناك بلاغ مصدره الأمم المتحدة والثانية إذا كانت السفينة تنقل حمولة مملوعة إلى الشأن اللبناني حيث أسفت رئاسة الجمهورية لقرار العقوبات الأمريكية الجديدة التي طاولت هذه المرة نوابا لبنانيين فيما وصفت رئاسة مجلس النواب العقوبات بأنها اعتداء على لبنان كيف تلقفت الدولة اللبنانية العقوبات الأمريكية الجديدة نتابع ذلك في تقرير الزميلة جراسيا بيطار وجه أكثر شراسة من وجوه الحرب الناعمة التي تشنها أمريكا دونالد ترامب ضد حزب الله إنه يتناقض مع مواقف أمريكية سابقة تؤكد التزام لبنان ومصارفه اتفاقيات مكافحة طبيض الأموال ومنع استخدامها في الإرهاب كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وهو منحا جديد من العقوبات الأمريكية على حد وصف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لم تستبعد مصادره للميادين أن يطرح الموضوع من ضمن جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة ولسيما أن الموقف الأولي للحريري شدد على أن الأمر لن يؤثر لا على عمل المجلس النيابي ولا الحكومة إلى نواب الأمة وصلت هذه المرة الرسالة ورئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري وضعها سريعا في إطارها الجامع اعتداء على كل لبنان متسائلا إذا ما أصبحت الديمقراطية الأمريكية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم مع التنويه بأن التوجه إلى الاتحاد الدولي الذي دعا إليه بري سيكون قيد المتابعة الرسمية فهو اعتداء على المجلس النيابي اليوم حصل من قبل الدارة الأمريكية بهذا المستوى وعلى الشعب اللبناني بكل ما يعني هذا الاعتداء مستوياته السيادية والسياسية وحتى بعض الخصوم السياسيين لحزب الله استشعروا الخطر السيادي داعين إلى جهد استثنائي لإبعاده نختلف معه نعم أكيد نتباير معه بكتير سياسات أكيد بداش نعاش ولكن هذا لا يعني أنه مسموح التعاطي مع الممثلين الشرعيين للشعب اللبناني بهذه الطريقة بكرة تجي دولة تانية بتقول لفريق آخر نفس الشي لا هذا من شام ما ناخد الكلام مجتزأ هذا موضوع السيادي ولكن هل تكون العقوبات الجديدة نقطة إجماع أو مادة متفجرة في فسيفساء القوى السياسية اللبنانية؟ لبنان سيلاحق الموضوع مع السلطات الأمريكية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه ولكن بعض القوى ستأخذ وقتها في البحث كما تؤكد مصادر القوات اللبنانية للميادين التي ستجتمع كتلتها في غضون يومين لإصدار موقفها العقوبات الأمريكية الجديدة بحق حزب الله تطال بشظاياها الدولة اللبنانية وهذا ما يضع جميع مكوناتها عندما حكي الإجماع المطلوب على فيصل السيادة جراسيا بيتار بيروت الميادين النقف في البرلمان اللبناني ماريو عون استنكر القرار الأمريكي وفي اتصال مع الميادين قال أن هذا القرار اعتداء على سيادة لبنان أكيد أنه هالشي هيدا نحن نستنكره ومنحطه يعني بخانة الاعتداء على سيادة لبنان وقت البديل الماس طبعا بي نائب منتخب أو هنأكتب نائب نائبين البرلمان اللبناني وهذا الشيء طبعا أنه نحن ننتظر موقف بالأول من مجلس النواب ورئيس النواب حول هذا الموضوع وبالتالي كمان من الحكومة اللبنانية يعني اللي حتى يكون في عندها موقف واضح بالنسبة لما حصل صورة واعتقادة أنه هالموضوع رح يكون فيه نوع من قرار قرار لبناني واحد وموحد حول يعني عدم قبول خلينا نقول بلس هذا القرار توازي وفي توقيت لافت كشفت صحيفة معارف عن سعي رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو إلى دفع الرئيس الأمريكي إلى الإعلان عن إقامة ما يوصف بحلف دفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات أمنية وعسكرية وحتى سياسية على المنطقة منال إسماعيل غدا تتهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو بدرب إيران بطائرات الأف 35 الأمريكية الصنع كشفت صحيفة معارف أن نتنياهو يدرس احتمال أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حلف دفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة مقابل تعهده له سرا برد إيجابي على ما يسمى صفقة القرن الكشف عن إمكانية إقامة حلف أمريكي إسرائيلي دفاعي جاء لافتا من حيث التوقيت ولسيما أن منطقة الشرق الأوسط عموما والخليج خصوصا تغلي على صفيح ساخن الحديث عن حلف دفاعي يشير بحسب مراقبين إلى اعتماد إسرائيل الكلي على قدرات الولايات المتحدة في تهديداتها ضد إيران ويؤكد سعي نتنياهو إلى حلف من هذا النوع في ظل إدارة أمريكية تعد الأكثر دعما للصهيونية دعم ظهر في تباهي كبار أعضائها من نائب الرئيس مايك بينس إلى مستشار الأمن القومي جون بولتون وصولا إلى وزير الخارجية مايك بومبيو الذين تصابقوا في المؤتمر السنوي لمنظمة مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل على التباهي بالدعم الكاملي لإسرائيل واحتياجاتها مصادر أمنية أشارت إلى أن فكرة حلف دفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة نقشت في القيادتين الأمنية والسياسية الإسرائيليتين وحتى الأمريكيتين مرات متعددة في السابق حلف من هذا النوع يمنح إسرائيل برأي محللين مظلة دفاع أمريكية في الجوانب النووية أيضا لكنه يمس بحرية العمل الإسرائيلية لذلك تحفظت المؤسسة الأمنية في السابق على تأسيس حلف دفاعي كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة لأنه سيكون على إسرائيل في هذه الحالة أن تنصق مصبقا نشاطاتها الحربية مع الولايات المتحدة أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة أبو زوير الصيام في سلوان بعد 25 عاما خاضتها العائلة لحمايته من المستوطنين وبحسب مصادر محلية فقد اقتحم عشرات الجنود والمستوطنين المنزل وأخلوه من ساكنيه وأبعدوهم بالقوة ثم اعتقلوا أحد الأفراد وشخصا آخر هذا فيما رفضت المحكمة العليا استأنف العائلة قرار إجلائها عن منزلها قبل يومين كذلك اقتحم مستوطنون وعناصر من الاستخبارات الإسرائيلية المسجد الأقصى من باب المغاربة تحت حراسة أمنية مشددة مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة قال أن أكثر من 80 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في ساحاته مشيرا إلى أن شرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد أكدت الخارجية السورية أن مسألة تشكيل اللجنة الدستورية هي شأن سوري يخص الشعب السوري وحده الموقف جاء خلال لقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن الذي أعلن أن تشكيل اللجنة الدستورية بات قريبا عقبنا محادثات إيجابية وبناءة جدا وأحرزنا تقدما ملحوظا وصلبا نحن قريبون من الوصول إلى اتفاق من أجل إنشاء رجنة دستورية لتفتح الباب أمام عملية سياسية أوسع ذكرت صحيفة The Guardian البريطانيان بريطانيا وفرنسا وفقتها على أرسال قوات إضافية إلى سوريا لسد الفراغ الناتجي من خفض الولايات المتحدة عدد قواتها في البلاد فيما كشفت الصحيفة أن ألمانيا رفضت الطلبة الأمريكي بنشر قوات برية في سوريا مريم عثمان أهلا بكم شمال سوريا مجددا ساحة لحجد عسكري أجنبي لم تكن واشنطن دقيقة حينما أعلنت تقليص عدد قواتها في سوريا في كانون الأول ديسمبر من العام المنصر فهي وإن أكدت نيتها خفض عدد عسكريها في سوريا تحاول إبقاء المواقع التي ستخليها تحت إشرافها غير المباشر عبر حجد قوات وكلائها الأوروبيين في هذه المواقع منذ أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا نيته صحب ما يقارب ألفي جندي أمريكي من شمال شرق سوريا لم تتوقف دعوات الولايات المتحدة إلى حلفائها الأوروبيين لإرسال تعزيزات عسكرية داعمة للتحالف الدولي بقيادتها فيما تقول إنها حرب ضد الإرهاب في سوريا ولسيما بعد فشلها في إحلال قوة عسكرية عربية بدلا من قواتها في المنطقة من بين أوائل الدول الأوروبية التي وفقت على الطلب الأمريكي كانت بريطانيا وفرنسا إذ ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن لندن وباريس وفقت على إرسال قوات إضافية إلى سوريا وستسهمان بنسبة تراوح بين 10 و 15% من جنود النخبة في سوريا لسد الفراغ نتج عن خفض الولايات المتحدة عدد قواتها في البلاد وبذلك فإن القوات البريطانية والفرنسية الجديدة قد تحل مكان القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين عيسى شمال السوريا وقاعدة إرميلان في القامشلي وقاعدة المبروكة غرب قامشلي وفي قاعدة تل بيدر شمال محافظة الحسكة وقاعدة تل أبيض على الحدود السورية التركية وغيرها من القواعد كما أن من المرجح أن تنضم القوات البريطانية والفرنسية إلى القوات البريطانية الموجودة أصلا في محيط معبر التنف الحدودي مع الأردن والقوات الفرنسية شمال شرق سوريا ألمانيا من جهتها رفضت الطلبة الأمريكية إرسال قوات برية إلى سوريا فيما أكد مسؤولون ألمان أن ألمانيا ليست دولة تابعة لأمريكا حجد الولايات المتحدة لقوات أوروبية شمال سوريا يقابله حجد تركي إضافي على الحدود التركية السورية إذ أعلنت أنقرة إرسال تعزيزات عسكرية إلى ولاية هاتاي أي لواء إسكندرون وإلى ولاية شنل أورفا المتاخمة للأراضي السورية يتذلك فيما أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة لأحداته المربطة على الحدود مع سوريا وأفدت وكالة الأناظول بأن دفعة جديدة من الآليات العسكرية التركية وصلت فجر اليوم إلى ولاية شنل أورفا المتاخمة للأراضي السورية الجيش التركي كان قد أرسل أمس دفعة من القوات الخاصة التابعة له إلى إقليم هاتاي أي لواء إسكندرون على الحدود السورية أهلات القوات والمسلحة اليمنية مقتل نحو 45 من قوات التحالف السعودي وجرح العشرات بصاروخ بالسطين من طراز بدر إف استهدف معسكرا لها في منطقة البقاع الحدودية المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء العميد يحيى سريع قال أن الصاروخ أصاب الهدف بدقة مشيرا إلى أن الاستهداف جاء بينما كان يحضر التحالف لتصعيد كبير ضد المناطق الحدودية في صعدها قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي جيم ريش مشروع قانون لمعاقبة السعودية على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها كمقتل الصحفي جمال خاشقجي أو الكارثة الإنسانية في اليمن إلا أن مشروع القانون لا يتناول مبيعات الأسلحة إلى السعودية وهو ما برره السيناتور ريش بمحاولة لتقديم مشروع قانون من الممكن أن يوقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترانب إلى ذلك قدمت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية قدمت تقريرها حول صفقات الأسلحة التي أبرمتها الحكومة منظمة العفو الدولية انتقدت التقرير لخلوه من التفاصيل المرتبطة بصفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات داعية النواب الفرنسيين إلى القيام بدورهم الرقابي لمنع صفقات الأسلحة التي تستخدم في حرب اليمن متواصلون بتقديم السابعة ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين والتي نستأنفها من الجزائر حيث أفاد مراسل الميادين بأن غرفة الاتهام لدى مجلس القضاء الجزائري رفضت الإفراج المواقت عن المجاهد لخضر بورقعة وكانت قاطعة هيئة الدفاع عن بورقعة الجلسة لكونها قضية سياسية ودعى أحد المحامين عبر الميادين السلطات إلى الإفراج عنه فورا هذا وقد تجمع عدد من المحتجين أمام مجلس القضاء الجزائري رفعين لافتات تطالب بالإفراج عن بورقعة قررت هيئة الدفاع مقاطعة المرافعة أمام جلسة غرفة الاتهام لماذا؟ لأننا نحن كهيئة الدفاع كمحامين نعتبر أن القضية قضية سياسية لأنه متابع بتصريحاته السياسية التي أدل بها أمام قنوات تلفزيونية ومصحف الوطنية وبالتالي فإن القرار ليس بيد السلطة القضائية بل هو قرار السلطة السياسية ومن الجزائر ينضم إلينا عضو هيئة الدفاع عن المجاهد لخضر بورقعة المحامين وردين أحمين مرحبا بكم سيد أحمين إذن لم يتم الموافقة على الإخلاء المؤقت للمجاهد لخضر بورقعة لو تضعنا في الحيثيات التي جرى فيها الوصول إلى هذا القرار مرحبا بكم أحيي مشاهدي قناتكم على كل حل مع الأسف الشديد كنا ننتظر أن يكون اليوم الإفراج بالنظر إلى الأفعال المنسوبة للمجاهد الأخضر بورقعة وكذلك حتى بالنسبة للجوانب القانونية يعني الأفعال المنسوبة إليه في الحقيقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدخلها ضمن الحالات المنصوصة عليها في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية التي تؤدي إلى الحبس المؤقت مع الأسف تفاجأنا في هذا المساء بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداع المجاهد لخضر بورقعة هيئة الدفاع لكل حاليوم حضرت بقوة على مستوى مجلس قضاء الجزائر بعد التشاور المكثف التشاور الهام بين أعضاء هيئة الدفاع قررنا أن لا نرافع أمام غرفة الاتهام لسبب بسيط هو أن القضية قضية سياسية بحتة والإيداع كان بقرار سياسي بحت وبالتالي يجب أن يكون الإفراج بقرار سياسي أيضا لأن هيئة الدفاع كانت مقتنعة بأن إيداع المجاهد لخضر بورقعة لم يكن أبدا بسبب الأفعال المنسوبة إليه حتى الأفعال المنسوبة إليه يعني هو مجرد عبر عن آرائه وسبق له لعدة مرات لعدة مرات وأن ذكر ذلك تحدث عن الجيش جيش الحدود الجيش التحرير الوطني والجيش الوطني الشعبي يعني هذا الأمور لأنه هو أصلا شخصية تاريخية مجاهد شارك في ثورة تحريرية نعم نعم السياق الآن القانوني الذي ستسلكه القضية ما هو؟ منذ 56 إلى نعم السياق الآن الذي ستسلكه القضية ما هو؟ قانونيا نعم ما فهمت السؤال؟ وعيده مرة أخرى سيد أحمين ما هو السياق الآن القانوني الذي ستسلكه القضية؟ نعم السياق القانوني الذي ستأخذه القضية بطبيعة الحال سيكون هناك استمرار في التحقيق وعند انتهاء التحقيق ستحال القضية على المحكمة للمحاكمة يعني في هذه المرحلة مرحلة التحقيق فأظن أن هيئة الدفاع ستستمر في موقفها وهو أن لا يمكن لها أن ترافع في مسألة الإيداع لأنها غير مقتنعة بأنه كان بسبب الأفعال من سبتي إليه ولكن كان بسبب قرار سياسي وبالتالي هذه الجهات التي أملت هذا القرار هي التي يجب أن تتخذ قرار الإفراج ولا بد من الإفراج لأن المجاهد والمتام لخضر بورقعة مجاهد من أبطال الثورة التحريرية نحن تصدمنا وتفاجأنا بهذا الإيداع لهذه الشخصية التاريخية بالنسبة للشعب الجزائري فهو رمز من رموز الثورة وأيضا من لخضر بورقعة من النوع الخاص فهو شارك في الثورة وشارك أيضا في عدة حتى في المعارضة في عدة مراحل مثلا في 63 شاركة في تكوين حزب يسمى بحزب جبهة القوى الاشتراكية وتم أيضا تم القبض عليه في 67 وسجن لمدة سنوات إلى غاية 1975 بسبب مواقفه دائما السياسية في مواجهة النظام القائم نعم وانطلاقا من هنا أنتم تضعون القضية في سياق سياسي وليس قانوني وتضعون للأمر خلفية مختلفة هل هناك أي قنوات للتواصل بشكل أو بآخر يتم العمل عليها بالنظر إلى الحيثيات الشعبية وردود الفعل على مستويات متعددة في داخل الجزائر هل من قنوات للتواصل مع من تعتبرونه قادر على تحريك في أمر الإفراج عنه بطبيعة الحال لا بد الشارع الجزائري لا بد للشعب الجزائري لقد سبق له أن عبر في مسيرتها السابقة منذ إداعه وهي المطالبة لإفراج عنه لأن أغلبية الشعب الجزائري فهو غير مقتنع تماما بما نسب إليه وكذلك فهو تفاجأ يعني الشعب الجزائري تقريبا بأكمله تفاجأ بهذا الحبس وبهذا الأيداع لشخصية التي تعتبر رمز من رموز الثورة الجزائرية وهي مرجعية تاريخية وبالتالي فهو الأخضر بورج له مواقف سياسية يعبر عنها فهو مع المسيرات ومع هذه الطورة القائمة حاليا وأعتقد أن هذه المواقف هي التي أدت به إلى ما هو الآن عليه وهذا مؤسف جدا مؤسف جدا لأنه إذا كان الإنسان يعبر عن رأيه وهذا مضمون في المواثيق الدولية وفي الدستور الجزائري المواثيق الدولية التي صدقت عليها الجزائر يعني هذا انتهاك لهذه الحقوق والحريات يعني سيد أحمين لا يوجد أي تواصل سوى في السياق العمل القانوني والتحركات الشعبية لا يوجد أي تواصل أو عمل سوى في هذين الإطائرين بشكل سريع لطفا بطبيعة الحال لا بد الدفاع سيكون إلى جانبه فقط في المرافعة مثل هذا النوع المطالب بالإخراج بينما الدفاع فهو باتصال دائم معه وهيئة الدفاع متشكلة من عدد ضخم من المحامين فهو بالاتصال دائم معه على المؤسسة العقابية وكذلك فيما يخص عندما يكون هناك تحقيق فطبيعة الحال الدفاع دائم يكون إلى جانبه فهذا أمر مفروق منه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتركه لوحده فنحن كدفاع دائم إلى جانبه وأيضا المرحلة الأخيرة هي مرحلة المحاكمة فهي مرحلة جد هامة لأنها ستكون في جلسة علنية أشكرك في هذا الوقت سامحني المحامي نور الدين أحمين عضو هيئة الدفاع عن المجاهد الأخضر بورقعة كنت معنا مباشرة من العاصمة الجزائر شكرا لكم أعلن قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح دعمه مقترح رئيس بن صالح بإطلاق حوار وطني شامل تقوده شخصيات مستقلة قايد صالح أكد تأييده المقاربة التي تضمنها الخطاب الأخير للرئيس فيما يتعلق بالجهد الواجب بدله من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية هذه الانتخابات رئيسية التي نعتبرها مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بلاد دولة قوية ذات أسس سليمة وصححة ودولة تأمل قيادة الجيش وطن الشعري بكل إسراء على ضمان بلوغها في نروف آمنة مستقرة للرغم من العقبات التي يحاول الرافضون ليسير الحسن لهذا المسار الدستوري الصهيب ووضعها في طريق على غير رفع شعارات كذبة ومفضوحة الأهداف والنواية مثل مطالبة بالدولة المدنية وليس الدولة الأسكرية إنها بكار مسمومة أمنتها عليهم دواير معادلة الجزائر ومؤسستها الدستورية أثناء تعامل مع مجريات إيجاد الحلول الدستورية لهذه الأزمة السياسية وكل الجهود التي بدلتها المؤسسة العسكرية حتى الآن وهي جهود مراعية أساساً للمصلحة العليا للوطن هذه المصلحة العليا التي تستوجب بالضرورة تجميع جهود كافة الخيارين من أبنى الجزائر والصنعاب همهم في سبيل تحضير الفاعل والجهد لإجراء انتخابات رياسية المقبلة في أقرب الأجهد من خلال تبني الحوار الوطني فشيل مجلس نواب الشعب في تونس مجدداً في انتخاب ثلاثة أعضاء من أصل أربعة لتأسيس المحكمة الدستورية بسبب غياب التوافق حول المرشحين بين الكتل البرلمانية الكبرى عماد الشتارة في جلسة مصيرية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ثلاثة وتسعون نائباً فقط من أصل مئتين وسبعة عشر يحضرون جلسة انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية والتي يحتاج فيها كل مرشح على ما لا يقل عن ثقة مائة وخمسة واربعين نائباً للفوز عملية اقتراع بيضاء هي إذن أو مسرحية سيئة لإخراج تترجم غياب التوافق بين الكتل الكبرى وتغيان منطق المصالح الحزبية على حساب استكمال إرساء الهياكل الدستورية الفشل تحت قبة البرلمان كان ترجمة لفشل اجتماعي لجنة التوافقات في مناسبتين متتليتين في غذون 24 ساعة في تقريب وجهات النظر وسط عودة منطق المناكفات بين الأفريقاء السياسيين واتهامات للنهضة بعرقلة المصاري لتمسكها بمرشح بعينه فضلا عن التجريح في أهلية المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية واستقلاليتهم أغلبية لا تريد أن تتشكل هذه المحكمة ليزوز سببين سبب الأول ثم محاولة لتحسين شروط التفاوض داخل المنظومة الحكم من خلال استعمال المحكمة الدستورية وهذا ليصار في الفترة الأخيرة غياب التوافق يحرم التونسيين من استكمال إرساء الهياكل الدستورية بتأسيس المحكمة الدستورية استحقاق نص الدستور على ضرورة إرسائه في السنة الأولى بعد انتخابات 2014 غير أن المدة النيابية شارفت على النهاية فيما استحقاق إرساء المحكمة يبقى معلقا في انتظار مشهد سياسي أكثر نصجا ووقعية هي مسألة أيام وتنتهي المدة النيابية لتنشغل الأحزاب بحملاتها الانتخابية ما يرجح ترحيل استحقاق تأسيس المحكمة الدستورية إلى المجلس النيابي المقبل عماد اشتارة تونس الميادين يبقى معنا زميل عماد اشتارة مراسل الميادين منضمن إلينا من العاصمة التونسية عماد ما الذي يجعل الأمر متعثرا متعذرا أن يتم الاتفاق والتوافق على تأسيس المحكمة الدستورية في تونس المشهد يتكرر وما أهمية هذه المحكمة وتأثيرها في سياق سياسي في البلاد نعم مثل ما استمعنا إلى المداخلات في التقرير هناك من قال تحدث عن غياب التوافق وهناك من تحدث عن أن هناك من يحاول أن يختطف هذه المحكمة الدستورية أي أن يزرع داخلها أعضاء لهم لون سياسي واحد أو توجه سياسي واحد أو ولا سياسي واحد رغم كون يعني الشروط تستوجب الاستقلالية في المرشحين وهناك من تحدث ربما عن غياب الإرادة الحقيقية في إرساء هذه المحكمة الدستورية وهناك من يريد من خلال يعني تأييد أسماء أو رفض منح الثقة لأسماء أن يحسن شروط التفاوض كل هذه كانت تعليقات تخص النواب ما لاحظنا أن الجو كان متوترا الجميع يبدي حسرة ما على عدم النجاح في تشكيل هذه المحكمة الدستورية التي مثل ما ذكرت في التقرير نص الدستور على ضرورة تأسيسها سنة بعد الانتخابات يعني كان يفترض أن ترى النور منذ سنة 2015 حسب رزنامة مجلس نواب الشعب هذه المدة نيابية أجلها ينتهي في الخامس والعشرين من هذا الشهر نتحدث عن الأيام العشرة الأخيرة اليوم رئيس المجلس دعا رؤساء الكتل إلى الاجتماع مجددا لاتفاق عن موعد جلسة قادمة ولكن نحن نتحدث عن اختلاف عميق على انتخاب ثلاثة أعضاء بثلثي الأصوات بـ 145 صوتا اليوم من حضروا في افتتاح الجلسة كانوا ثلاثة وتسعين نائبا فقط ما هي منية هذه المحكمة وتأثيرها بشكل مباشر حتى نرى نوع من المحاولة لتجيير الأعضاء سياسيا لمصالح بعينها كما سمعنا من بعض المداخلات نعم هذه المحكمة الدستورية هي التي تبت في دستورية القوانين التي يتخذها المجلس من عدمها هي التي تسهر على ضمان علوية الدستور هي التي تعمل على حماية النظام الجمهوري وحماية الحريات وهذه أهم نقطة هي التي تبت في مسألة شغور بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه ومؤخرا رئيس الجمهورية تعرض إلى أزمة صحية وكثر الجدل حول هذه النقطة تحديدا حينما كان هناك تخوف من أن الأزمة تكون حادة جدا في غياب محكمة دستورية بحسب ما ينص عليه الدستور لا يمكن لأي جهة ما أن تبت في مسألة الشغور من عدمها وبالتالي يقع احترام الآليات التي نص عليها الدستور نظرا لذيق الرزنامة بالنسبة لمجلس نواب الشعب حتى وإن تم عقد جلسة يصعب جدا أن يتم التوافق حول الثلاثة العضاء المتخلدين والذين لم يتم الاتفاق حولهم حتى ولو تم انتخاب عضو أو توافق حول عضو أعتقد بأن مسألة المحكمة الدستورية سترحل إلى مجلس ما بعد الانتخابات النواب سيعودون إلى حمالتهم الانتخابية ربما حسابات ما بعد الانتخابات ستجعل من ملف أعضاء المحكمة الدستورية في إطار صفقة كاملة حول التوافق على خارطة السياسية ومن سيكون في الحكم ومن سيتموقع في المعارضة شكرا جزيلا على مروحة المعلومات والمعطيات والإضاحات التي وفيتنا بها مباشرة من العاصمة تونس قالت وزارة الخارجية التركية أنها ترفض تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنشط قبل تسواحل قبرص وفي بيان رأت أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون وسيطا محايدا في المشكلة القبرصية وذكرت أن السفينة التركية الثانية وصلت في الآوينة الأخيرة إلى شرقي سواحل قبرص وستجري عمليات تنقيب هذا وأكدت الحكومة القبرصية أنها ترفض التنازل عن حقوقها السيادية قدم السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش استقالته اليوم بعد أيام من السجال البريطاني الأمريكي على خلفية تسريبات للسفير انتقد فيها الرئيس الأمريكي وكتب داروش في رسالتي الاستقال أن الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة إليه أن يواصل دوره رئيسة الوزراء البريطانية تيريزامي أسفت لقرار السفير الذي جاء بالرغم من دعم الحكومة له إلى قطاع غزة المحاصر حيث اختتم مهرجان فلسطين الدولي والذي استمر على مدار بنتمثل في أمسيتين فنيتين لنا شاهد وأخيرا حط مهرجان فلسطين الدولي رحاله في قطاع غزة حاملا رسالة محبة وسلام وبأن الغزوية يعشق الحياة ورغم المعاناة والحصار لا يعرف الاستسلام أو الانكسار كل البناء تنشون يا عدي فلسطين التي نحب تحت هذا الشعار صدحت حناجر الغزاويين فرحا وطربا مشهد مغير لواقع غزة المحاصرة كان افتتحته بالناصرة بعدين بالقدس بعدين في قلقيليا وفي عدة بلدان وفي عدة مدن في فلسطين وكان في خيط تام المشروع كان في غزة كان في غزة مشاركين خمس فرق فنية منهم ثلاث فرق فنية دبكة في فرقتين موسقيين على مدار يومين تناوبت الفرق في تقديم العروض الفنية وغزة لا تدع فرصة للفرحة إلا وتنتزعها رغم الهموم والآلام وها هم لفلسطين يغنون وبتراثهم يتفخرون بدبك على أرضي وبتراثي أنا بسوبي أنا وحاجة إلي أنا وبأغنينا إحنا الأديمة الشعبية اللي كلنا كلنا عارفين إنها إلنا ضد الاحتلال الإسرائيلي هذه رسالة لا الاحتلال الإسرائيلي بنوجهها إنه إحنا شعب فلسطيني رغم الجراح والحصار ما بقدر يكسرونا إحنا شعب روح ومارحة وبحب الفرح بنرسم ابتسامتنا وسط الجراح طويت صفحات المهرجان عرس يجسد عشق الوطن المتجدد والدائم وإصرار على تحريره رغم كل الإحباطات قائم لانا شهين غزة آل ما يدين بهذا نصل إلى خطاب السابع نذكركم بعناوينها ترامب يقول أن واشنطن ستفرد المزيد من العقوبات على طهران وتجاذب روسي أمريكي حول النووي الإيراني في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبنان يستنكر العقوبات الأمريكية على نواب من حزب الله وبري يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك المبعوث الأممي إلى سوريا يعلن من دمشق قرب تشكيل اللجنة الدستورية والخارجية السورية تؤكد له أن المسألة شأن سوري الجيش اليمني يعلن مقتلى وجرح العشرات من قوات التحالف السعودي في شمال البقاء خلال استعدادها لجوم كبير نحو المناطق الحدودية في صعادة قائد أركان الجيش الجزائري يعلن تأييد مبادرة بن صالح للحوار والقضاء الجزائري يرفض الإفراج عن المجاهد لخضر بورق دائما المزيد من الأخبار والتقار إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدية جديدة على رأس الساعة مع الزميلة لا نمدور إلى اللقاء